تحسن الجو دخلنا فصل الشتاء وعلى قد ما احنا متحمسين على قد ما البعض متخوف من الانفلونزا أو البرد وبالأخص التهاب اللوز المؤلم ومنون من ما تجربها الألم اللي يصاحب البلع أو الكلام أو حتى الحركة ولكن في كثير من الأحيان يستغني البعض عن لوزهم ويعتبر قرار استقصال اللوز سهل ويتخذ الأطباء بسرعة شو سبب وما هي الحالات التي تستوجب استقصال اللوز مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستغذيف الدكتور محمد زمير أخصائي أذن وأنف وحنجرة حياك الله ويانا دكتور محمد أهلاً وصهلاً شكراً لكم شكراً للاستضافة شكراً للاستاذ المشاهدين الله يحيير وخبرنا دكتور محمد ما هي اللوز اللوز عبارة عن غودتين لنفاويتين صغيرتين الحجم بشكلها أشبه باللوزة من هنا أجد التسمية لوزتين كشبه باللوزة موجودة ضمن جوف الفم على جدار الجانبي للبلعوم نعم لها وجهان وجه بمحفظة وملتصق بجدار البلعوم الوجه الثاني حر باتجاه جوف الفم الوظيفة الأساسية للوزتين خاصة عند الأطفال السن المبكر هي عبارة عن نسيج مناعي دفاعي أول ضد الجراثيم وضد البكتريا وأحيانا حتى ضد بقية المواد المخرشة الخارجية هذا ببساطة اللوزات هي نسيج المناعي الأول عند الأطفال في السن المبكر لذلك هي عرضها للإصابة والالتهابات أكثر من بقية الأنسجة كونها بتماس مباشر مع الخارج مع المحيط الخارجي وتتلقى كل العوامل المسببة للالتهاب أو لأذيتها هل الالتهاب قد يؤدي إلى مضاعفات على الجسم؟ بالتأكيد بالتأكيد اللوزة بحذ ذاتها لا تؤدي لمضاعفات قطيرة إنما ما بعد الالتهاب المتكر لللوزات وعدم المعالجة بالشكل الصحيح هذا يعطينا مضاعفات منها اللوزات الضخامية السادة الكبيرة عند الأطفال في السن المبكر خطرة سبب الخطورة أنه ممكن تعمل توقف تنفس وهذا يؤثر تماماً على الطفل وأحياناً في حالات وفاة الالتهاب المتكرر أيضاً لللوزات شديد ممكن يعطينا مركب معقد مناعي هذا المعقد مناعي إلى ورع بأذيات أعضاء ثانية ضمن الجسم لأن هذا المركب مناعي اللي نسميه ضد مستضد أنتجين أنتبادي هذا يؤثر على النسج في أعضلة القلب تحديداً في دسامات القلب يؤثر أيضاً على الأذية في المفصلية الغشاء المصلي في المفاصل له تأثير ثالث وتأثير جداً أيضاً خطور يؤثر على الجهاز الكليتين على الجهاز البولي على الكليتين فيعمل التهاب كباب وكلية وهذا أيضاً مضاعفات هذه منها بشكل عام تأثيره العام أما هناك أيضاً تأثير موضع لللوزتين هذه موضعية بمعنى إحنا لو شبنا اللوزة بالشكل العياني نظن أنها ملساء حقيقة الأمر اللوزة ليست ملساء الحقيقة فيها تعرجات ولو جينا حاولنا أن نقضب هاللوزة اللي هي شكلها مطاطي شكلها سفنجي تقريباً صحيح بعد الاستئصار أنا كجراح وحركت اللوزة تحريكة بهذا الشكل راح أشوف إلى عيون طيات طيات هذه هذه الطيات مغطاة بغشاء مخاطي نعم هذا الغشاء المخاطي ممكن يتأذى ويشكل من بعدها مكان تجمع للجراثي بقايا الطعام إذن بسبب كل هذه الأضرار يأتي قرار استئصال اللوز ولكن قبل ذلك ممكن الأهل يكون عندهم نوع من الحرص على حماية أطفالهم وعوض ما يستنون إلى أن هذه الأخطار تحدث قبل ذلك يقررون يطلبون من الطبيب استئصال اللوز قبل لا تلتهب فهل في هذه الحالة للطبيب يستطيع أن يستأصل اللوز قبل أن تحدث كل هذه الأضرار حقيقة اتخاذ قرار استئصال اللوزة المفروض يكون بدقة وحكمة نعم ليس بالضرورة كل التهاب لللوزات يليه استئصال هناك قواعد تختلف من إلى من مدرسة إلى مدرسة أخرى البعض يقول ست سبع مرات في السنة هذا استضاع باستئصال اللوزتين البعض يقول لا خمس مرات في السنة على مدى سنتين متتالية أيضا وقوم باستئصال اللوزتين البعض يقول لا ثلاث سنوات بمعدل ثلاث مرات أربع مرات ثلاث مرات حتى نفكر بشيء اللوزتين هذه أراء الأطباء المختلفة؟ ليس أراء أطباء دراسات دراسات حقيقة فيه شيء لا استئصال اللوزة ضروري واحد منها هو وجود خراج في اللوزة وجود خراج في اللوزة هذا استطباب 100% بعد المعالجة استئصال اللوزتين نعم الشيء الثاني اللوزات الضخامية الكبيرة السادة يحس أن القسم المتقابل للوزتين ضمن جوف الفم بسبب الضخامة يبصلوا مرحلة نسميها الكيسينك كأنهم متقابلين متباوسين نعم الشيء الثالث أحيانا في روائح كريهة وكريهة جدا تخرج من الفم بسبب اللوزتين وأقص هنا بالنسبة أيضا الكبار في العمر ليس بس الأطفال نعم ليس بس أطفال تشكل نوع من البذور ضمن اللوزة من هذه الأجواف زي الحبة الصغيرة زي الحبة الرز الصغيرة رائحة كريهة جدا مزعجة جدا تخلق حتى مشاكل اجتماعية أحيانا فهذا استطباب إذا عدنا أمور نفكر ضخامة أيضا ما ننسى أنه ضخامات العقد الرقبية متكررة نفكر من شاء شو السبب طبعا القرار ما لازم يكون متما تكلمنا قبل قليل أنه السرعة نفت قرار استعصار اللوزة فيه له دراسة مرة واثنين وثلاثة نعمل مسحة في كل مرة نعمل مسحة زرع للجرثومة مبيودة واحد فيه تأثير جانبي لها اللوزة فيه عامل مسبب غير العوامل الخارجية اللي عام نشوفها اللي هي عبارة عن الفيروسات والجراثيم أحيانا ولو نادرة جدا الفطور ممكن يكون فيه نخور نخر في أسنان الأطفال ماذا عن الوقاية كيف نستطيع وقاية أنفسنا وأطفالنا الوقاية رقم واحد النظافة ثم النظافة ثم النظافة أولا تعويد وتعليم أطفالنا في البيت في المدرسة غسل اليدين ناشي قبل الطعام بعد الطعام بعد الخروج منها الحمام أرفع كيف عدم أثناء العطاس عدم استخدام اليد تسكير الفن باليد إن كانوا لابد المحارم التشو ما فيتو شو نستخدم الزند العطد نعم بها الشكل ابتعاد عن أحواض السباحة غير النظيفة هذا يظن أمر مهم أصب بعض الأمر الأدعم الأماكن المزدحمة بالنسبة لأطفال دور الحضانة ومراكز الألعاب له هاي كلها بدنا ننبه الأطفال ننبه أطفالنا في حال وجود أي طفل يشكو من عطاس من سعال امتعاد عنه والأهل هم دور كبير إنه يحموا هذا الطفل بمعنى ما يبعثوا لا للمدرسة ولا يبعثوا للحضانة ولا بعادة أيضا مهمة ومهمة الأطفال بشكل عام نسبة للتياب عندهم أكثر من الكوار كما قلت له أنه الجهاز المناعي الأساسي هو الجهاز اللنفاوي العلوي اللي هو متمثل باللوزتين متمثل أيضا ضمن البلعوم الأنفي عندنا كتلة اسمها الناميات أو الأدينويد أيضا نسيج لنفاوي إضافة لها موجود أيضا نسيجين صغيرة عند قاعدة اللسان تقاعدة اللسان لوزاتية لكن لوزات لسانية صغيرة عند مدخل نفير أوستاش ضمن الأذن بالبعوم الأنفي أيضا عندنا نسيج بلغمي نسيج لنفاوي نسيج مناعي هذا كلها من هذه بشكل عام يعني التنبيهات اللي ممكن في أيضا نقطة أنبه عليه لو سمحتيلي بالنسبة للكبار الكبار الأطفال أحيانا بنفس زجاجة المي صحيح بيعطوا من واحد لواحد الطفل الحامل بأيده سكر كان دي ماشي ممكن يطعمي لازم ننبه الأهل لينتبه طبعا الكبار اليوم موضوع الشيشة الأرقيلة هذا الشيء جدا جدا مهم ننتبه عليها معظم يحطه أرقيلة واحدة ثلاثة أربعة بنفس أحيانا يمسح فقط طبعا هذا الشيء قد يؤدي إلى العدوى هذا الشيء غلط غلط عدوى وعدوى وعدوى نصائح مفيدة جدا ومعلومات قيمة وشرفنا في الستوديو دكتور محمد تسلمي شكرا لقناتكم شكرا لسادة المشاهدة شكر لك ومستمرين معكم مشاهدينا ولكن بعد الفاصل